السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال يارب اليوم غادي نحضر معكم اربع كيكات باردة بدون فرن سريعة تحضير من اسهل وقلد ما يكون الي اعجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك واتبارتاجوا مع اصدقائكم لتعوم الفائدة لتحضير الكيك الاول نحتاج لطر من الحليب السائل ملعقتين كبيرتين من الدقيق الابيض ملعقتين كبيرتين من النشا او ميزنا ثلاث ملاعق كبيرة من السكر السكر كي يبقى حسب الرغبة ممكن نضيفه اكثر نضيف علبة الكريم كاراميل او الفلون العلبة اللي كنخلطوها مع نصف لتر من الحليب نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو نحرك المكونات جيدا قبل ما نوضع الإناء على النار هذه المرحلة مهمة جدا من بعد نوضع الإناء على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يوصل الخليط لدرجة الغليان ويبدأ يتقال كيصبح لها الشكل هذا في هذه الأتناء نضيف 100 جرام من الشوكولات أسود ونحرك المكونات جيدا نحتيده بالشوكولات ونزول الإناء من على النار من بعد نضوز المرحلة الموالية نحتاج بسكاويت الشاي 360 جرام أنا استعملت هذه النوعية وممكن تستعملوا أي نوعية متوفرة عندكم كنعمل طبقة من البسكاويت في القالب القالب لقياس ديالو 24 سنتي البسكاويت أنا ما غمستوش في الحليب خليته كما هو كنملأ الفراغات اللي في الجوانب من بعد نوضع طبقة من الكريمة اللي حضرت معكم نوضع الكريمة جيدا من بعد نوضع طبقة ثانية من البسكاويت فوق الكريمة طريقة سهلة كيك سهل التحضير والمضاقية سلام متشبعوش منه ممكن تحضره في آخر لحظة كي يخدش وقت كبير في التحضير من بعد نوضع طبقة أخرى من الكريمة كيف كتشوفو وكان نوضع طبقة من البسكاويت كان نبقى غادر عليها تشكل هذا طبقة من البسكاويت وطبقة من الكريمة أنا عملت أربع طبقات من البسكاويت وأربع طبقات من الكريمة ونحاولو أننا نخدمه هذا الكيك بسرعة باش هذه الكريمة ما تتقلش خصوصا لك الجو بارد كنعمل طبقة الأخيرة من البسكاويت كيف كتشوفو ونعمل طبقة الأخيرة من الكريمة الكريمة اللي بقيت لي في الأخير تقالت كيف قلت لكم إذا كان الجو بارد لازم نخدمه هذا الكيك بسرعة باش ما تتقلش من الكريمة سوف نغطي القلب بكيس غذائي وندخله للثلاجة حتى تتماسك الطبقة الكريمة ونعود نرجع معكم باش نبزو المرحلة تزيين من بعد نتماسك الطبقة الكريمة نحتاج دانيس كراميل العلبة واحدة الوزن ديالة 100 جرام سوف نغطي بها الوجه الكيك على هذا الشكل هذا كيف كتشوفو تزيين كيبقى اختياري حسب الرغبة من بعد اخذت شوكولات أسود مداب وعملت خطوط على هذا الشكل هذا أنا سوف نزيينها على شكل رخامي تزيين سهل وبساط خديت كوردو وعملت خطوط من بعد كنعمل خطوط معاكسة تزيين سهل لكن في نفس الوقت كيجي الشكل رائع هذا هو الشكل نهائي دي الكيك كيك بارد بدون فرن سريع تحضير والمداقية السلام ما تشبعوش منه كيك يصحق تجربة أنا مأكدة إذا جربته وغد يعجبكم لتحضير الكيك الثاني نحتاج له نصف لتر من الحليب السائل ملعقتين كبيرتين من السكر ملعقتين كبيرتين من النشا أو ميزينة الفانيليا أو السكر الفاني كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة علبة من الكاكا والحلو الوزن ديالها 100 جرام نحرك المكونة جيدا قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على النار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يوصل الخليط لدرجة الغليان ويبدأ يتقل في هاد الأثناء نضيف 150 جرام من الشوكولات السود نحرك المكونة حتى يضو الشوكولات من بعد نضيف ملعقة من الزبدة الزبدة كتغطي لها معان لهذه الكريمة سوف نطفع له النار ونزول الإناء من على النار ندوز المرحلة الموالية نحتاج فيها بسكاويت الشاي أنا غنستعمل هاد النوعين مايو عادل 300 جرام ونحتاج هاد القالب اللي كيتفتح من الجوانب من بعد كنن أخذ البسكاويت ونعمل فيه القليل من الكريمة اللي حضرت معكم ونوضعها في القالب نوضع الجهة دي الكريمة على القالب على هات الشكل هذا كيف شفسوا أنا استعملت نوعين من البسكاويت البسكاويت العادي والبسكاويت بالشوكولات أو البسكاويت البني كنقا غدا بهالطريقة طريقة سهلة لكن كيجي الشكل ديله جميل جدا النتيجة كيجي رائعة نستمر بنفس الطريقة حسن نكمل الكمية اللي عندي كامل دي البسكاويت نوضع لها الكريمة ونوضعها في القالب ونعود نرجع معكم من بعد ما كملت كمية كاملة كيف كتشوفه غادي نغلفها بالكريمة نغلف هات البسكاويت كامل من الجوانب ومن الفوق بالكريمة من بعد ندخلوا للتلاجة حتى تتماسك هات الكريمة ونعود نرجع معكم من بعد ما زمسكت طبقة دي الكريمة غادي نزول هاد الإطار كيف كتشوفه كنزول ورق زبدة من الجوانب وكنغلف الجوانب بالكريمة ما كانش وصلها من الكريمة كيف كتشوفه من بعد غادي نقطعه على هات الشكل هذا شكل مائل هنبقى غادي بنفس الطريقة حتى نقطع الكيك كامل طريقة سهلة هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه من بعد ما قطعت الكيك كيجي الشكل دياله جميل جدا وزينته بالفستق أو البستج هذا هو الشكل النهائي دي الكيك كيجي الشكل دياله جميل جدا شكل راقي والمضاقية سلام كيك من ألد ما يكون لتحضير الكيك الثالث نحتاج كوبين من الحليب السائل معيار الكوب 150 ميلي ملعقتين كبيرتين سكر ملعقتين كبيرتين نشا أو ميزنة ملعقتين كبيرتين بودرة الكاكاو نحرك المكونات جيدا قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على النار متوسطة مع التحريك المستمر حتي تقل الخالط يولي عليها الشكل هذا نضيف 100 جرام من شوكولات أسود نحرك جيدا نحتي يضيف شوكولات من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة الزبدة كتعطي لها معان هاد الكريمة نزول الإناء من على النار وندوزو المرحلة الموالية نحتاج لها بس كويت الشاي أنا استعملت هاد النوعية ممكن تستعملوا اي نوعية متوفرة عندكم البس كويت مايو عادي ل360 جرام كسرتوا على هاد الشكل هذا بشكل عشوائي من بعد نصب الخالط اللي حضرت معاكم من قبل فوق البس كويت نحاول انني نلبس هاد البس كويت كامل بالكريمة من بعد ناخد القالب اللي سنحضر فيه الكيك القالب القياس ديالو 24 سانتي كيتفتح من الجوانب كنصب فيه الخالط دي البس كويت مع الكريمة نضغط جيدا حسنا نحصل على طابقة من البس كويت نضغط جيدا باش مسبقش عندي فراغات أنا استعنت هنا بالملعقة من بعد ندخل القالب للتلاجة وندوز باش نحضر معاكم طبقة تانية نحتاج لها 800 ملي لتر من الحليب السائل تقريبا لتر من الحليب نقسم النوكس 3 ملاعق كبيرة من السكر السكر كيبقى حسب الرغبة ممكن طفه أكتر الفانيليا أو السكر الفاني كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة 3 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض 3 ملاعق كبيرة من النشا أو ميزينة نحرك المكونة جيدا قبل ما نوضع الإناء على النار هذا المرحلة مهمة جدا من بعد نوضع الإناء على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يوصل الخليط لدرجة الغليان ويبدأ يتقل نضيف علبة من القشطة الوزنة لها 125 قرام القشطة تبقى اختيارية لكن تعطي قوام هائل لها الكريمة ممكن تستغنوا عليها لما عندكمش نضيف ملعقة من الزبدة الزبدة كتعطينا معان الكريمة مباشرة غادي نزو الإناء من على النار ونوضع طبقة ثانية فوق طبقة البسكويت نستعنز بالملعقة باش ما تكون ليش حفرة على الطبقة الأولى غادي نوضع الإناء جانبا ثم تسماسك الطبقة الثانية وممكن ندخل لدرجة ونضيفه حفرة نحضر الطبقة الأخيرة أو القاناج نحتاج له 250 قرام من الكريمة السائلة 250 قرام من الشوكولات أسود وضعتهم على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يضوب الشوكولات نضيف ملعقة من الزبدة الزبدة تعطيها معان نحرك جيدا حتى الضوب الزبدة من بعد نضيف الفانيليا السائلة نحرك المكونات جيدا من بعد نزول الإناء من على النار من بعد نتماسكة الطبقة الثانية نضيف الطبقة الأخيرة أو الكناج نوزعه على القالب من بعد ندخل القالب للتلاجة لمدة 4 ساعات ونعود نرجع معكم عند التقديم كانت صادر المقطع التحذف ليا منيكت نزول في الإطار وزول حتى الجواني بدي الكيك كيف كتشوفو من بعد نقطع الكيك بكل سهولة على هات الشكل هذا نزينه من الفوق تزين كيبقى اختياري أنا زينته ببسكاويت اللي كسرتوا على هات الشكل هذا هذا هو الشكل النهائي دي الكيك كيك رائع من ألد ما يكون المضاقية السلام متشبعوش منه لتحضير الكيك الرابع والأخير نحتاج ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الدوابان أو منعقتين صغيرتين ربع كوب من الماء ممكن تعاوضوا الماء بالحليب نمزج المكونات جيدا ونحتاج أيضا علبة ونصف من البسكاويت أنا استعملت هذا النوع هذا نحتاج هذا القالب اللي كيت تفتح من الجوانب القياس دياله 24 سنتي من بعد كنغمز هاد البسكاويت في خاليط القهوة والماء ونعملوا في القالب على شكل طبقة أولى أنا استعملت هاد النوع هذا ديالبسكاويت ممكن تستعملوا أي نوع من توفر عندكم نستمر بنفس الطريقة حتى نعمل طبقة أولى ونعود نرجع معكم من بعد ما عملت الطبقة الأولى هادك الخاليط ديال القهوة ونعملت فوق البسكاويت على هاد الشكل هذا سنوضع القالب جانبا ونحضر معكم الطبقة الثانية نحتاج لها 100 جرام من بودرة شونتي 150 ملي من الحليب السائل حليب بارج جدا بودرة شونتي والحليب أنا وضعتهم في المجمد قبل الاستعمال باردين باش يسهل علي أن نطلع الكريمة بسرعة من بعد أن نخفق هاد الكريمة نحاول أن نطلعها بطرب كهربائي نضيف كوب إلا ربع من عصير الأناناس المركز ونستمر في خفق الكريمة حتى نحصل على كريمة تكون متماسكة نوعا ما هذا هو القوام ديالها مباشرة غدي نوضعها على شكل طبقة ثانية هذه الكريمة تجيب طعم الأناناس كي يأتي المضاق ديالها لذيذ جدا نوضع الكريمة على هذا الشكل بشكل متساوي من بعد أن ندخل القالب لتلاجة حتى نتماسك الطبقة ديال الكريمة ونعود نرجع معكم من بعد أن نتماسكت الطبقة ديال الكريمة سنزول الكيك من القالب سنستعنت به السكين من الجوانب من بعد أن نزول الإطار بكل سهولة على هذا الشكل هذا ونزول مرحلة تزين أنا سنزين بقطع الأناناس أو دوائر الأناناس على هذا الشكل هذا تزين بسيط لكن كي جراقي من بعد كنعمل الكرز كل دائرة من الأناناس كنعمل وسطها حبة من الكرز هذا هو الشكل النهائي كيف كتشوفوا سنقطع لكم قطعة باش تشوفوا الشكل كيف عمله من الداخل يجي الشكل دياله جميل جدا شكل راقي والمضاق يا سلام من ألد الكيكات اللي جربت إذا أعجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوا نجمع اللايكات ديالكم من تعليق ديالكم جميلة وبرتجوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة ترجمة نانسي قنقائق